و بموجب الإعلان فوض هادي مجلس القيادة تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور و المبادرة الخليجية و آلياتها التنفيذية و أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور و المبادرة الخليجية و آلياتها التنفيذية باء يختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلى بكافة صلاحيات نائب الرئيس جيم يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي وبعضوية سبعة أعضاؤهم واحد سلطان علي العرادة اثنين طارق محمد صالح ثلاثة عبد الرحمن أبو زرعة أربعة عبد الله العليم باوزير خمسة عثمان حسين مجلي ستة عيدروس قاسم الزبيدي سبعة فرج سالمين البحسني دال يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ها يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم